صباح الخير لكم زملائنا أكيد وصباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح الإسرار على الحياة والعزيمة والإرادة من أهم الصفات اللي بيتحلى فيها أبناء وبنات شعبنا في فلسطين وفي المحافظات الجنوبية بالتحديد اليوم لنتحدى البطالة الموجودة عنا بالمحافظات الجنوبية قررت أربع فتيات عنا من قطاع غزة أنهم يتحدوها من خلال الزراعة تضمنوا قطعة أرض زراعية وقاموا بزراعتها والاعتناء بها رح نتعرف على قصتهم لليوم خليكم معنا موسيقى 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 طبعا مشاهدين الكرام رح نتعرف على قصة الفتيات اليوم من خلال أول مقابلة معنا ندين بشير في البداية بنصبح عليك ندين بنقولك يا سعد صباحي الله يا سعد صباحي يا رب أهلا وسهلا ندين أنت خريجة جامعية أول شي نعرف تخصصك وكيف لجأتي لموضوع الزراعة أنا خريجة لغة عربية تخرجتني يعني من شهرين تقريبا وحاليا قاعدة ما في شغل فلجأنا لموضوع الأرض أنه يعني زي ما أنت شايفة وضع غزة ما في شغل والبطالة منتشرة سواء للشباب أو كل البنات فحكينا ليش ما نستثمر هذه الأرض يعني وتكون دخل إنا دخل لبيوتنا ولأولادنا والحمد لله الفكرة يعني انتشرت وفي صدق الهواسع يعني هذا بيبشر برضو عشان إحنا إن شاء الله لقدام إنه نقدر نوفر فرص عمل للنساء أكيد يعني الفرصة كتير جميلة ومميزة وفكرة الدعم كمان كتير بتحفزنا نحن نشتغل ونستثمر أكتر وأكتر ولكن الزراع مش شيء سهل ولا شيء هيا بده خبرة كتير وبده طرق معاملة وعناية ورعاية خاصة بالنبتات والشتلات اللي أنتو بتتعاملوا فيها خلينا نحكي عن هاي الخبرة من وين حصلتوا عليها أول إشي إحنا لما بدأنا هنا كان عنا خبرة شوي بسيطة شوي شوي مع الوقت سنة نتعلم وكمان هلا أنتو بعلم كتير وخبرة كمان أزواجنا وسلافي مثلا كله كان موجود معنا فكانوا يعلمونا يعني من الأول كيف إحنا نزرع كيف نمد البربيش كيف يعني فالحمد لله كانت يعني فيها متعة وفيها تعليم بنفس الوقت ومش هالصعوبة يعني إحنا لسه اللي بنزرعه إشي برضو بسيط مش صعب أنه ما نقدر عليه إحنا كنساء شو أبرز المزرعات اللي أنتو بلشتوا فيها؟ أول إشي بدأنا بالفلفل وبعدنا بالبتنجان بعدين اتطرقنا لموضوع الملوخية والحمد لله يعني زي ما أنت شايفة يعني نجحت كلها بعدين زرعنا درة والحمد لله برضو كانت من أحسن ما يكون ولسه بنزرع حاليا نزرعين ملفوف وبدنا نزرع بزيلة وإن شاء الله خير يعني إحنا مقبلين على موسم شتاء بتكون فيه أكلات ونبتات شتوية خاصة يمكن ممكن تستثمروها بهذا الوقت؟ صحيح إحنا بنفكر نزرع شغلات تنفع أنه تصمد بالشتاء يعني زي ما بتعرفي أنه ما فيه مكان مش مغطى فصعب أنه نزرع شغلات تخرب مع المطر والبرد فحاليا لسه بنفكر إن شاء الله خير شو اليوم الرسالة بتقدميها للنساء للشباب الفلسطيني يمكن البعاني كمان من نفس موضوع البطالة شو ممكن تقدمي لهم نصيحة؟ أنه الإنسان ما يضل قاعد يعني لو ضلينا قاعدين ما رح يطلع في إيدنا إشي بس لو حولنا والشغل مش عب إش مكان لو الإنسان فيه أي فرصة قدامه أنه يحاول الأرض هانا واسع يعني إحنا لما فكرنا نيجي هان يمكن كل انتقد فكرة إنه كيف نساء وتزرع بس إحنا بنحكي للمجتمع إذا ضلينا وقفين ونسمع كلام من مجتمع عمرنا ما رح نقدم فأي إنسانة يعني قادر إنها تساعد نفسها من نفسها لش لا؟ شكرا كتير لإلك وأكيد لنصيحتك نادين ومشاهدين الكرام رح نستمر معكم بفقرتنا الصباحية لليوم لنتعرف على مشوار والطريق اللي شقو الصباحية اليوم من خلال الزراعة حتى يتحدوا البطالة وظروفها خليكم معنا مشاهدين الكرام طبعا نستكمل مشاهدين الكرام مع أماني بشير كمان أحد المزارعات الموجودات معنا لليوم يسعد صباحك أماني صباحك الله يسعدك أماني يمكن جداتنا قديما كانوا بيشتغلوا بالزراعة أمهاتنا ببلادنا كانت فكرة الزراعة على السيدات حاضرة بيتعاونوا مع أزواجهم وأولادهم والعائلة كلها كانت تتشارك لكن يمكن مع الوقت ومع الزمن اختلفت هاي النظرة شوي كيف استطاعت أماني والفريق الموجود معك اليوم أنه هي تستعيد هاي النظرة أنه طبيعي أنه ستشتغل بالأرض بالعكس ممكن تكون الفلاحة والزراعة من الأشياء الإيجابية والجميلة جدا بحياتنا صحيح هو طبيعي جدا هو صحيح أنه احنا كان فيه فترة انتقالية يعني كيف فترة منقطعة مش انتقالية أنه انقطعنا فيها عن الزراعة بهم بالأساس أهلنا وجداتنا زي ما حكيتي وأبهاتنا كله كان بيشتغل في الزراعة إحنا حتى تحديدا منطقة دير البلاح الرضي الزراعي كتير فكان كل تركيزنا في الزراعة انقطعنا لأنه صار الجيل المتعلم بعدين لما ما لقنا فرص عمل وإحنا يعني كيف ده أقولك صار في الوقت الحالي الكل ما اعتمد على الإغاثة على الكابونة على الإشي فإنه الكابونة بتخلص فإنه احنا بدنا فكرة بدنا إشي يكون مستمر يعني مش إشي بيخلص فقاعدين أنا والصبايا صحباتي الصبقة السطح عندي بيتي ففي زراعة هيك ورد وإشي فاقترحنا إنه إحنا كنا زمان نزرع طب الأرض فاضية طب إنه ليش ما نرجع تاني إشي آه وإشي لأ وإشي حصعب علينا وإشي كذا فقنا لأ بنستعين في إخوالي في بابا اللي كانوا يزرعوا وفعلا يعني في الأول كانوا أعشاس إنه إحنا خلص يعني لازم لازم نشتغل بيدنا لأنه إحنا أصحاب الفكرة ولازم يكون قد التحدي فكانوا هما بيقافوا هيك ويلا أعملوا هيك سووا هيك بدوا البرابيش اعملوا من هان سووا ازرعوا زيك هذا هيك بنزرع هذا هيك بتسوه والحمد لله يعني في الأول ساعدونا بعدين بدأنا يعني شوي شوي ناخد على الوضع هو مش إنه سهل هو متعب بس بنفس الوقت فيه متعة لما تلاقي الزرع اللي أنت زرعته كبر وبدأ الناس تيجي بدهم يأخذوا منك بدهم يبيعوا بدهم كذا جميل كتير يعني التجربة هاي كمان خلتكوا تآمنوا بأنفسكم أكثر وتآمنوا أن أنتوا قادرين على صناعة تغيير المستقبل وتغيير الواقع اللي ممكن يكون صعب في بعض الأحيان اليوم أماني في إلها رسالة لكل الشباب والشبات اللي بيحضروانا شو رسالتك إلهم؟ رسالتي إلهم إنه مش العمل اللي بصنعنا إحنا اللي بنصنع العمل ما نقعد ونستنى لما تطلع لي بطالة أو تطلع لي كابون أو يطلع لي شيء لا أفكر واستغل تطلع حواليك شوف إيه أشي عندك موارد متاحة واستغلها شكراً كتير لإلك أكيد ونقولك سعد صباحك ويعطيك ألف عافية مشاهدين الكرام رح نتوجه لفاتن فاتن كمان اليوم أحد الصبايا المشاركات بموضوع الزراعة طبعاً ماشاء الله الصبايا مجتهدات ونشيطات جداً وقطعة الأرض هاي كبيرة مش إنه قطعة صغيرة وزرعوا فيها مزرعات متنوعة ومتعددة في البداية الصباح الخير فاتن صباحك أول سؤال أنت خرجت شو؟ رياضة رياضة وتحولتي إلى العمل في الزراعة كيف بتشوفي هاي المهنة؟ والله بالبداية يعني كانت شوي صعبة علي إنه أنا يعني أنا مدربة أنا كابتن في جيم أساساً مدربة رياضة فإنه أنزل على الزراعة وهكا كان شوي الأمور صعبة علي بس جيت مرة طلحت علينا أمان الفكرة مرة مرتين ثلاثة لقيت الإشي ممتع يعني إشي سهل ومنقدر شو النظرة لإنتي كنت مخداها عن الزراعة قبل ما تمارسيها؟ إنه هي للرجال إنه هي صعبة إنه ما فيش ست تقدر يعني تشتغل مكان للرجال كيف تغيرت هاي النظرة بعد ما مارست الزراعة؟ طبعاً أكيد نزلت على الأرض وشفت إنه الإشي يعني سهل من زي ما أنا كنت مفكرة شو المزرعات الثانية لإنتوا بلشتوا مثلاً تدرسوا حاجة السوق لإلهيان؟ ممكن تزرعوا أشياء مش كتير متوافرة بالسوق المحلي؟ إحنا الحين فكرنا لسه تواب نحكي أنا والبنات إنه بنا نزرع جزر بعد ما نقلع الملخيح نزرع جزر معنها دعملناها ملفوف أحمر وابنفكر ممكن نزرع بزيلا برضو باقية الأرض بتفكروا إنه إنتوا تكبروا مثلاً المشروع أكثر تجيبوا صبايا أكتر يشتغلوا معكم؟ إحنا أساساً فكرتنا من البداية إنه إحنا بنا نشغل الأيدي العاملة إحنا عنا ملتقة كله نساء وكتير كتير بفوتولك على الخاص زوجي تعبان فإحنا من هاي المنطق أجان الفكرة إنه لأ إحنا لش إنه إحنا نضلنا نعطي نعطي ماشي الواحد نعطيهم مرة مرتين ثلاثة لأ بكرة بنعمل الأرض بتيجي إنتي مثلاً بتفوتلك على الخاص بتقولك بدي بقولها لأ تعالي على الأرض اشتغل بإيدك خدي طبختك في إيدك لبيتك وخدي كمان أجار إيدك جميل جداً يعني إنتوا هكي كمان بتحفزوا النساء وبتحفزوا الصبايا اللي موجودين اليوم وبعانوا من البطالة إنه هم يشاركوا بمشاريع زراعية أو حتى ممكن تكون مشاريع أخرى بتحفزهم هذا هو هدفنا شو رسالتك اليوم لكل اللي بشاهدونا؟ والله أنا بحكي إنه في كتير لقينا متنمرين فإنه نحكي لهم إنه يعني إحنا في مجتمع غز بالذات وضحة صعب فوق ما تتصور فإحنا ليش نستنى ناخد كابونة أو نستنى نقول لأ فلان أعطينه لا ليش ما نشتغل إحنا أغلب الأغلب النساء قاعدين في بيوتهم لا يجوا يشتغلوا عشان ما يطلبوا من فلان وفلان وينزلوا لا يجوا يشتغلوا ويأخذوا اللي بدهم إياه يعني هاي رسالتنا أكيد بإنه نتحدى البطالة وما ننظر لنظرة نظرة المجتمع اللي بتكون في بعض الأحيان بتكون سلبية نطلع للأراء الإيجابية وناخد الدعم من مجتمعنا ومن أقاربنا ومن الأشخاص البحيط فينا شكرا كتير لإلك فاتن أكيد الله يعافيك يا رب شكرا لإلك وأكيد زملائنا الكرام اليوم بنكون وصلنا لختام هاي الفقرة الصباحية من هذا المكان الجميل من منطقة دير البلح وهي من أكثر المناطق الزراعية الموجودة عندنا بالمحافظات الجنوبية بتشتهر بالزراعات المختلفة من جديد يصعد صباحكم